من داخل قسم الأطفال في مستشفى كما عدوان هذا القسم الذي استقبله خلال الأيام الأخيرة أكثر من 200 حالة من حالات سوء التغذية نتيجة عودة شبح المجاعة مرة أخرى إلى مناطق شمال قطاع غزة نرصد هذا الوضع مع والدة الطفل أمجد القنوع الذي يعاني مؤخراً من سوء التغذية وعدد من الأمراض السلام عليكم أنا والد الطفل أمجد القنوع عمر ابني 3 سنوات وزنه 5 كيلو تعرض ابني لسوء التغذية بشكل حاد أدى إلى مراد عنده وهو بارتر سيدروم وهو نقص في البوتاسيوم وفي الصوديوم هذا سببه نقص الغذاء ونقص العلاج ونقص الأكل الصحي موجود في شمال قطاع غزة كيف كانت حالة الطفل قبل 7 أكتوبر أو قبل الحرب وهل كان هذا الأمر بارز عليه أو واضح المعالم؟ كان الطفل أمجد بحالة جيدة ولكن بعد الحرب أمجد كل يوم عن يوم يضعف يعني أنا اكتشفته أنه يعني عظامه مبينة كل شيء في جسمه مبين فاكتشفته روحت على كبال عدوان حكوله عنده سوء التغذية وأدى يعني إلى مرض هو البرتر سيدروم طب هل فيه شيء ممكن يعود غير للطعام حاليا إذا فيه مثلا مغذيات أو أدوية ممكن تعود نقص للبوتاسيوم؟ الطعام طبعا إشيء أساسي وخاص الصحي يعني والعلاج كمان كمان عدوان مش متوفر للمستلزمات الطبية فيها يعني الصوديوم مش موجود فيه ولا البوتاسيوم يعني أنا مني بأشتر الصوديوم والبوتاسيوم لما فيه مستلزمات طبية وما فيه تغذية خاصة في شمال غزة إذن شبح المجاعة يعود من جديد إلى مناطق الشمال قطاع غزة في ضل عدم موجود أي مساعدة تدخل إلى مناطق الشمال ما يدخل حاليا هو فقط الدقيق لكن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التنوع الغذائي الذي يعينهم على تحمل هذا المرض والشفاء منه بأسرع قدر ممكن